بسم الله الرحمن الرحيم نتيجة للظروف القاسية التي نعاني منها في السجن وبالخصوص الحرمان من الحقوق الأساسية المقفولة وفق القوانين الدولية والمحلية والتي تنتهك بشكل مستمر وتحديدا من سنتين حيث تم وضعنا ضمن القيد الأمني المشدد في غرف خاصة دون إبداء أسباب واقعية لذلك فنحن نعاني من التمييز الواضح في المعاملة دون بقية السجنة حيث تم وضعنا في غرف محرومين فيها من موارسة شعارنا الدينية بحرية خصوصا الشعار الجماعية كسلاة الجماعة والعزاء والدعاء وضعنا في غرف بشكل فردي مع مخالفين لنا في المعتقدات الدينية من غير المسلمين أو المخالفين لنا في اللغة من غير العرب ومخالفين لنا في العادات والتقاليد مما يجعلنا في عزلة حقيقية حتى لو كنا مشتركين مع آخرين في نفس الغرف وبطريقة متعمدة من قبل إدارة السجن وهم يفصحون لنا جوما بأنكم في غرف العزل ولكنهم متدرعون أمام الجهات الحقوقية بأننا لسنا في عزل والدليل على ذلك وجودنا مع آخرين في نفس الغرف ومن جهة أخرى هناك عملية مراقبة استمروا حتى على خصوصياتنا المكفولة قانونا ووضع مخبرين يرصدون حركاتنا وأقوالنا كما يتم تعمل إزعاجنا والتضييق علينا في الاتصال وساعات التشمس مما يشكل تعذيب نفسي لنا وعليه طالب إدارة السجن بإعطائنا حقوقنا المكفولة قانونا عبر إخراجنا من الوضع الحالي والظروف المحيطة بها ودمجنا في غرف حسب تصنيفنا المعمول به في السجن دسوة من بقية السجناء وإعطائنا حقنا الكامل في ممارسة شعائرنا الدينية الجماعية لكل حذرية في أجواء آمنة ولذا ندعو الجهات المعنية للاستجابة لهذا المطلب الإنساني وعليه قررنا في حال عدم الاهتمام بمطلبنا اللجوء إلى القيام بإضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 15-8-2019 احتجاجا على هذا الوضع المتعدي ونطالب الجهات المهتمة بحقوق الإنسان القيام بواجبها الإنساني أمام مطالبنا العادلة